السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير لبنات وشراكم لباس بخير ان شاء الله تكونوا كامل بخير اعتذر على التأخير انا دايما مقصرة راني على بالي راكم تعرفوا مع الصيف والولاد والعطلة والضيافات ولا شخص تعل خدمة في لاتلي تاني في الصيف راكم تعرفوا بس حراني والله مني نلقى فرصاني نديركم فيديو هنا راح نديرو انغوب راهي تندانس هنا عنا ساتة فيها دو متر ادمي عندنا تاني هادا القالان راهو يدير من خمسة وسبعين الف لثمانيين خمسة وثمانيين سا ديبان كل بلاسة كيفاه عندنا هاد شراش في هادو ما راهم يديرو سيكنت ميل في زوج عندنا هادا النوارات اتناش نلف الوحدة عندنا هادا تاني نشريوه بالميزان سا ديبان انا نشريها منه دايما عندي في الفلاتيلي نسحق ونخدم به كلش هنا نروح ونبدو على بركة الله هنا لبنات راح نديرو منش الوردة نروح ونطبق القماش نتاعنا على اتنين من جهة الحاشية نديرو عشرة سنتيمتر في العرض نتاعنا تاعلى لغيبان هادو اللي راح نديروهم هايلك هنا الحاشية رانين تبقتها الحاشية في الحاشية ونقص هنا اربعة بالطريقة هادا بالعرض اللي لتاع القماش العرض انتاعنا تاع القماش ونسحق كل منش فيه اتنين هايلك هنا قصيتهم عشرة سنتيمتر في العرض وطول على طول القندورة هنا نخيطوهم نلسقوا كل زوج فيه بعضاهم ودوك نوريلكم كيفاش تديروه دروك نروحوا نفصلوا هنا اني فصلت طريقة الداخل في الخارج كيما تعرفوا هذه هي الطريقة تاعي مفضلة كي نعود ما نسحقش للاكمام طوال ونسحق كورباي ولا كيما دروك نجا متراتين ونصطي بززاف نحية تنتاعكم الوردة هنا درت الداخل في الخارج المهم تشوفوا تدخلوا في الفيديو تاعي القدم اكم تصيبوا كل داخل في الخارج كل واحد واحد هنا لبنات درت الارتفاع الصدر 25 ارتفاع الخسر درته 37 وارتفاع الارداف درته 37 الدورانات درت الرقبة درت 10 سنتيمتر في العرض و10 سنتيمتر في العمق هذه فتاع الخلف درنا 20 الكتاف ودرنا 21 حردة الابت اللي هنا الدورانات درت 104 في الصدر 100 في الخسر وفي الارداف درت هكذا كبر كتسمك شغل درت العرض كامل حبطته هكاك وخلاص هنا عندنا 20 في الرقبة في العمق تاحها من الامام و10 بين في العرض كما الخلف هنا هايلي كوين نخرجوا للاخر درت العرض تاعي القندورة تاعي ملتحت 60 سنتيمتر نروح نفصلها ونعش هنا لبنات هاني درت لابنس تبقت بعد ما فصلت وكملت حطيتهم في زوج فوق بعضاهم نروح نوري لكم كيفاش راح ندير لابنس تاعي في النص بهتجيني في اللاطاي الداخل لو يجي عندي بروز في الصدر هنا عندي لاطاي تاعي ندير خط بهنوري لكم لابنس وين راح ندخل هنا هادي تاع الخلف هادي راح ندخل فيها اني راح نديرها عادية راح ندخل غير في الخياطة تاع الخلف شوفوا كيفاش لبنات ندخل واحد ونص في اللاطاي هادي راح تبقل لنا هادي كالغطسة تاع دهار من اللورة مش ما تجيش خارجة جيت بين لنا لاطاي مليح هنا ها بطوب الان سنتيمتر في الحشيانة ارمال احنا هكا اما الامام نديروا الخط تاع الصدر نورمال ونروح نديروا واحد ونص من واحد ونص من اللي راح ندخلوها في اللاطاي من نقطة الصدر لتحت كيف ما راه مبين هنا هاكذا بالطريقة هادي راح تجيك لغوب سنتخي وتجيك ما شاء الله نروح ونديروا طريقة ليزيبانج كيف ما وريتك من قبل شروحات هادي اني دايما نعاودها في الفيديو كامل بس كاني نخدم بيها دائما انا منحبش نقص لي بانستاعي انحب نديرهم كما هاك ونحب نوريخهم كما هاك بس كان ليكونوا مبتديئات لا يضعوا لا يضعوا بالنسبة لبانس هنا راح يمدير 11 سنتيمتر من الواسط للبانس قلنا دائما كتعود واحدة سمينة نديروا 12 سنتيمتر كتعود واحدة ضعيفة نديروا 10 سنتيمتر كتعود واحدة عادية كما هذا القياس نديروا 11 سنتيمتر اللهنة لبانس ها ندير كما هك بس كانوا نوريخهم تروحوا تقصوه طول ويفسدلك القندور اعطيشوها ما جيكم ليحة بس ها تديروا هك ومبعد الى ما جاء ومش في الواسط للبانس كما تقدروا تفكو وتعاود نورمال كتعود واحدة قادرة على روحات تفصل عادي نديروا نفس الطريقة من الخلف ومن الامام كما حك هنا نزيدوا القياسات دائما لتعود القياسات ودورانات في الابانس ديما نزيدوا الشيء اللي رح ندخله في الابانس نزيدوا على الجنب بشيء لا يوجد الحاجة ديقة الآن نرحوا نفصل الأكمام من هدو الطرف اللي يفضل لنا على الجنب اللي هنا لبنات هذا الطرف هنا رح ندير مانش كورباي كي ما درت في الفيديو من قبل نديروا العرض نتاعه هنا ندير 20 سنتيمتر مع هذه الحاشة اللي سنطبقها 21 ونديروا العرض نتاعه 15 سنتيمتر نديروا هكذا في الواسط نديروا 15 سنتيمتر بالطريقة هكا 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 نديروا هكا هذا الماش اللي رح نلسق فيها هذيك الحاشة هذيك اللي درناها اللي بح نديروا فيه الوردة لبنات اليوم اني درت هولكم هنا اني رح نعود انشاء الله في فيديو وحد ندير لكم بالفولاغ لان هكا يديروا بالفولاغ ويقولوا جنا طايح وجنا كا يبعت ويقولوا لي جنا طايح مام هذيك الموديل الفولاغ اللي اني برب انشاء الله هندير لكم كيف رح تركبوه برك ما ندير الفيديو كامل هنا نطبق هنا الكفة وفي الوسط ندير وشوفوا لبنات كيف رح ترسموا الدائرة اللي رح ندير فيها الكم الوردة نروح ونشوف الوسط نتاع الكم هنا ونطبق هنا في الوسط كذلك ونروح نطلعه بسبعة سنتيمتر ونهبط بسبعة سنتيمتر هك منا سبعة ومنا سبعة ونروح وندور عليه كامل بسبعة سنتيمتر باش ندير نصف دائرة بهذا الطريقة تبعوا لبنات خطوة بخطوة حجة مراح ديكم ساهلة هاد لاغوب رحي تندن صورة رحي شاب ما شاء الله هدرت بالألوان بزاف تقدروا تخيطوها نورمال نروح نطبقوا الكم بتاعنا كما حك ونطبطوا عليها بشوي يخرج لنا لفشرة مصور بهجينا الدائرة قد قد ونروح ونحط الكم الاخر عليه ونزيد ثاني نطبطوا كيف كيف تخرج نفس الرش مالي ملفوك ونخدموا عليها وفقط لبنات فضلا وليس أمرا ديروا أبوني ديروا كومنتر إن شاء الله نصيب معاكم تفاعل تشجعوني نقدر نحط لي فيديو ما منكون تعبانا ما ما يكون الوقت هنا الآن لبنات راح نديروا السجافات نحكم الجهة الأخرى اللي فضلت من الجهة الأمامية نروح نحط بالطريقة هذه نرسم الرقبة لنرسم الرقبة لنرسم الرقبة السجاف ونحدد العرض اللي رانا حبينه مثلا 7 سنتيمتر أو 6 ستة أو 6 ساديبون كما راكي حابة أنا من الفوق ما نحبش نفصل الرقبة حتى نحط الفازلين ونحط باش مجينيش عوجة نحبك نحط الفازلين باش نقص رقبة هكذا هادي على الجهة الخلفية ونزيد ندير نفس الشيء في الجهة الأمامية هكذا ونرسم الرقبة كيف نشوف العرض باش ندير العرض على السجافات كما بعد ههم ونقيس ونقص كذلك تعال الأمام هادا هادا سعتان قومي لبنات شوية خشين هو طايح وخشين الآن نروحوا للمكينة الخياطة نكفوه أولا أما هادوك الأشريطة بكم وريدكم كيف تخيطوهم ملئة من الجهتين وبعدها نديهم نحددوهم هنا شوفوا لبنات نخيطو تنين في بعض هم الساعة نخلي بالحاشية هادا ندخلو فيها باش ما تجيش تلبان لأن يجيو فيها واحد نقط هك ما يجيو شباهي يقعدوا على برا ملئة بعد نحددو هادي من هنا نطبقو الوجه للداخل شوفوا البنات كيف نديروها بهتجينا لجهة الوردة كين بدأوا وتجيش منحانية منحانية مجينة شكاك طويلة دقنو ليكم بالطبشير كيف تخيطو بش تباني ليح بالانحناء للجهة المحلولة الفوق والجهة المقفولة راه يلتحت ونجوز عليها بالخياطة من جهتين من النوم في زوج ونحيو هذا كالزيت الخياطة من المحلولة لغاية لغاية المحلولة نزيد الجهة الأخرى كيف نديرو نفس الشيء هنا لبنات تجينا هذا الطول يجينا فيه ثلاثة مترات يجي كامل تبقيه كامل حتى توصلي للوسط نديرو نفس الشيء في الجهة الأخرى هكذا نديرو نفس الشيء في الجهة الأخرى هكذا أبعتو لي في لي كومنتيغ إلا اللي ما فهمتش حاجة ولا تنصحني نصيحك شما نبدل طريقة نرمال أتقبل كل انتقاد الآن لبنات شوفوا كيفاش درتلو رحت حددتهم خدمتهم في زوج رحت حددتهم بالحديثة على فابير ودرت له صغ في لاج من فوق هاولي كيفاش قفلته كامل باش جيني لفينيسيوم ليحة وباهية ونروحوا نبدأوا على بركتي كيفاش نخدمو الماشطعنا ونحطو غير بشوية في الحاشية شوفوا لبنات ونبليه وندوره ونبليه وندوره وحتى نكملوه كامل غير بالعقل نقود لكم كلش خطوة بخطوة كي تخدمي خطوة بخطوة وما تقلقيش كلش ديري هيك مليح هاكده غير بشوية وحكمي الخياطة على الحاشية من الفوق ودوري اي في عينك تبين كيفاش كي تجيك مليحة الاشترو حكملتي شوي ولا عاودي فكي وعاودي هاكده غير بشوية برك جربوا لبنات ما تقعدوش غير تتفرجوا الخياطة صدقوني فيها متعة كبيرة الانسان الانسان خير من اللي يقعد يقعد مع العباد ويقعد يهدار ويروح يخدم خدمات تنفعه وحاجة يلقى فيها الفيدة تاعه أحسن من هاديك القاعدات اللي ما عندها حتى معنا نظوره غير بشوية لبنات صدقوني لبنات الانسان كي يجرب هكا روح وكيفاش يقعد تعراسه ووحده ويقعد يخدم خدمات تنفعه والله فيها واحد الحلاوة واحد ما ما هي كي ما نقوله ما يعرفهاش غير اللي يجربها ساعات هاديك تجمعات اللي ما عندها حتى معنا تجيب لك غير المشاكل ويجيب لك غير الهدرة الزايدة ما كي ما الانسان اللي يتعلم حرفة ويرميها موراه اي حرفة تعلميها حلاقة خياطة قطوات اي حاجة راح تنفعك صدقيني وتحسي تكون لي عندك ثقة بالنفس الان لبنات هاني ندور غير بشوية برك هكذا تشوفوه بلك يجوك مواعر بصحة والله كي تعدو تخدموه فيها و ساهل خلعها غير بشوية برك وتدورو بشوي وتدخلو لداخل دائرة كشغل تحسوه هات صغار و انت غير المشاكل بتدخلي برك كي ما اقول لكم البنات الفيديو القادم نديلكم بالفولاغ لان الفولاغ فيها اسيوس بش ما يجيكم مش طايح لكم لان الفولاغ يجي خفيف على الساعتان مش كي ما الساعتان يجي ويقف وخشين ما هوش راح يطايح بصح للفولاغ لا اندورو غير بشوية برك اشترك ابني ولبنات ديرو كومنتر فضلا وليس امرا تعيشوا والله الواحد كي حط فيديو هك نحطوا كي ما يقولوا بكل فرح لاني مدابية والله كامل تتعلموا الخياطة وكامل تخيطوا تبعتوا تقولوا لي خيطوا صلحتنا اشتركوا كي ما هك بيسك والله يعني نوري لكم ماني نخبي والو واني نوري لكم كلش مكان حتى حاجة يعني مدرقتها عليكم سيغطوا لفينيسيون لبنات اللي تحب تخيطوا تبدأ تبدأ بلا فينيسيون إلا خيطت بلا لفينيسيون منهار لولا راح تمشي يدك عليها هكذاك ومجيش خيط كمليحة ومكش رح تتعلمي لفينيسيون بصح إذا تعلمتي من النهار لولا فينيسيون هراكي راح تقعد دايمن هكذاك هانا قربنا نكملوا لدائرة تقعدنا لداخل غير دائرة صغيرة وانا نحطوا عديك الوردة بسكينا وردة صغيرة هذي كلينا وريتها لكم في اول فيديو نحطوها في النص هكذا شوفوها هكذا كيتشوفو هاديك ثلاث مترات تقولوا وينا راح نحطوها كاملة بس حكيت بدأوا تخيطوا وشوفو البنات هاي تخلاص كامل حاوليك هنا بلاخر شوفو قعدت النهار بدائرة صغيرة في النص مجبدوها غير بشوية متحت البيد بيش بسكي يخشينا الآن نروحو نخيطو البنات لبينس شوية لبينس في الساطان هادا خشينا يجي شوية صعيبة أمشوا معها غير بشوية برك شوية بك اللي راني نحط فيها واني دايما نعاود فيها كي تتعلموا الاساسيات وتكونوا تعرفوهم ام بعد عم بالكم شوفو كي تعدوا تدخلوا في الفيديو تعلي اليوتيوب راكم اي حاجة تحبوا تخيطوها تخيطوها بس حكي يكون ما عندكمش الاساسيات راكم ما تفهموا والو بس حكي تكونوا تخيطوا وتبدا وتمشي وهنا لابينس ما صلحت ليش من الفوق راح نبدأها من الاسفل لانها من تحت لقماش خشين ويزلق هاني من الاسفل خير باش تجيني مليحة لابينس ما بغرق غير بشوية برك ومشوا معها غير بشوية برك ولاش تروحك الاخت متمكنة قصي لابينس تاعك اي راح تجيك اسهل تكوني متأكدة من القياسات من تاعك بالليلابينس تاعك في بلاستها وهاوليك مبعد مع الحديد اي جيم ليحة الان راح نوري لكم الخياطة تاع الخلف اللي قتلكم ندخلو في ندخلو في اللاطاي هنا بواحد ونص عايدة ونزيد نخرج بالواحد ندرك نديرو الاستجافات السجافات نديرو لفازلين نديرو لفازلين من تحت و القماش من الفوق نديرو لوجه على الوجه القماش في الوجه تاع القندورة ونروح نحط الرقبة تاعة تكون معدولة ميش عوجة وهاوليك هنا رقبة تعنا من هي كيفاش نزيد الرقبة الامامية تاني كيف كيف نحطوها بنفس الطريقة استجافات استجافات البنات الثاني اعتمدوا الطريقة هذي راهي سهلة وراح تجيب لكم خدمة ما شاء الله اخير من اللي تقصوه السجاف ونبعد ما يجيكمش فوق الرقبة بسك الرقبات ساعات كما هذي دوركي كبيرة شوية بس حكي تحطيها كاك انتي تتحكمي فيها مش كما تقصي السجاف تاعك ونبعد ولي جيك الرقبة كتر من السجاف ولا وتبلي مبعد حيرة فيه حطيه الساع اخدميه بيان ونبعد ولي قصيه كما تحبي قلنا دائما رقبة تاعنا لازم تطيب الراحة فوق سجاف ما تكونش مدايرة مكمشة ولا معوجة ولا مبان بياها كولا لازم تكون كتمسيها بيدك تلغيها حابطة كامل في اللرد فوق العفون فوق سجاف نحكموا بلي زي بانجل كامل كيف كيف وبعد نروح ونقصوه رقبة تاعنا نحن شوية رقبة معوجة هكذا نحكمها مليح نروح ونقصوها نروح ونقصوها حسنا نروح ونقصوها نروح ونقصوها ونزيد ندورها من هي ونشوفو اسكيو راهيم سجما ولا لا لا في الجهة الاخرى نحيولها هادو الزايدين في الكتاف ونزيدوا منها نشوفوها انا نحب السجاف تاعي من الكيم اللور كيم القدام يكون قد بعضها ما يكونش معوج ولا نحبو يكون كامل قد بعضها ونروح ونخيطوها الان الخيطو عادي نرجى للماشينا هكذا فلي كوان كي ما قلنا ندخلوا الابراتا عنا نخليوها الداخل ونهزوا البيت بيش وندورو باش نطروح نشل بلاسالتالكوان جينا معوجة ونزيدوا الجهة هادي وهكذا نحن زيبان كي تبعنا نكرون تيو الآخر تاكدي من الخياطة اذا اشترك بتاعك شوية ها بتاونه عاودي زيدي داخلي شوية برك خاطر ساعاتكي مساطين يكون في القرآن you can't get it in your يزلق. نروح انا هنا رح نزيل نعودها شوي شوي. نزيد ندخل فيها شوي يافلي كوان باش نقلبها مت متخرج ليش. نزيد و نديرو الخلف هاني خيطها. نكرون تيو لبنات. باش كي ندوروا الصجاف مايجي ناش شما مشبوح. نروح نديرو صغفيلاج. نروح نديرو صغفيلاج بها مايتحللناش الصجاف بتاعنا. اهنا راني رقدتها بالخياطة. هاي ليك شوفوا لبنات كيفاش الفينيسيون راهي هايلة. اهنا نحطيت لامارك تاعي. احسن لحظة نسناها نحب نحط لامارك تاعي. نروحوا لبنات الان نلسقوا الصجافات نلسقوا الكتاف عفوا نحطوا بهالطريقة بها جينا الفينيسيون كلش لداخل خياطة داخل. نحكموا بليزيبانج اللي هاني نوريلكم في طريقة هادي باش جيكم تومة ساهلة. انا لو كان هاناني نحطوا الخيط طول. لسقوا صجافات منه ومن وتأكدوا باللي راكمل امام اه ساعات الانساني يغلط روح يخيط الكتاف مع وجين ويقول يفكوا يقول يعاود حطهم كما هكا وتأكدوا باللي راهوا الوجه في الوجه. بهات الطريقة. نعقبه الخياطة الثمن ونزيد ونعقبه سيخ في لاج. انا سيخ في لاج لبنات نستعملوا في كل في كل قطعة وحدها ما نحب شدك نخيط كلش شو بعد نولي نسجف كلش. نحب الحاجة اللي نعقب عليها الماشينا نعقب عليها الخياطة. بعد جيني لفينيسيون مليحة من الطرف للطرف مليحة كامل. نحيو هادو ماليكوان به ما يجيو نشخ شانكي نقلبه. هاكده. ونروح ونقلبه الرقبة تعنا ونزيد ونركضوها من اللور نديرو لها خياطة من اللور. عايد كيفا جهت. الان لبنات روح ونلسقو اللي مانشتة وعنا هادوك. اه هاملي كيفا اه هنا مور في نحن الكوغبين نخيبرت لكم في الفيديو تاعين نديرو لي بلي ونبعد هنا ما تقدرش تيري لي بلي. اه بيسك شوية راي فيها الوردة هاديك تقلقك في الخياطة. هنا نحكم الواسط ونديرس ملتحت نديرو حوالي ربع سباع. نخلي ربع سباع من تحت. ونروح نركب للمنشتاعي. والشي اللي يفضل لي هاداك في الواسط نديرو كاشكاشة كامل وخلاص. بهات طريقة وننحي هاداك القومة يشتاع الوردة هاداك ندخله لداخل باش نقدر نخيط بسك وخارج شوي الفوق. خاطر احنا هاداك وم الوردة مبعد كي تلبسك شغل ما تبانش المنشي بانت تبان غير الوردة برك وخلاص. نديرلو التكماش هاداك كامل. نكمش غير بشوية ويجي صحيب شوي في الخياة. نكمش غير بشوي ونظور ونزيد الجيهة الاخرى تاني نزيد نحسب ربع عصبع. تاني نحسب نفس القياس وندير علامة بالطبع الشير ولا بليزيب انجل ونزيد نحكم ونزيد ندير الكاشكاشة كامل من الفوق. هكذا. انجل وعطينا. نأخذ ربع شوي ويجي شوي صعيب تحت المشي نبيس كما قلنا على ابنات الوردة هذي كمراهيم خيطة يشغل دخليها لداخل بطريد خيطة بس كلمكان شوية ديق برك هاك دا قربنا نكمل لكم انا الهنات ماليت كما نقول للفيديو لانه الوقت ديق مش مجيناش فيديو طويل بززاف انا ندير لكم كلش جهة جهة برك الان لبنات نروح ندير لوسيق في لاج وبعد نلم القندورة هنا منيش رح نكمل معاكم دوك نريد لكم القندورة كيفاش جهت في الاخير نركب لها هاداك الوردة هايليك ونركب لها هادوك شراش في الطوال هادوك ونلسق ونحكم وليفولون هادوك كل باغلة نحكم معاها ليفولون مع بعضها بش كي تلبس ما يطيحش هايليك لبنات والان نروح نلملها جنابها وهايليك لاغوب تعنا كيفاش جهت جهت ما شاء الله اه شكرا لكل من تابع معانا الفيديو لبنات اه نخليكم وإلى اللقاء وفي فيديو قادم ان شاء الله ونتمنى انها هتكون فيها اه بزاف لي كومنتاغ ونتمنى انكم ديروا ابوني وكل واحدة وش حابة اتحط لي واترككم في رعاية الله وحفظي لبنات مع السلامة اشتركوا في القناة